فيما يخص النادي الاهلي فمارسل كولر الموديل الفني للنادي الاهلي اتخذ قراره فيما يخص أنتوني مودست المهاجم الفرنسي للفريق فكريم من فترة قريبة كان طلع مارسل كولر وقال ان محمود عبد المنعم كهربا هو المهاجم رقم 3 في الفريق الآن الآن والآن وقتها الآن بقى أصبح أنتوني مودست عند مارسل كولر هو المهاجم رقم 3 وسلم أبو علي 1 كهربا 2 مودست 3 طيب لركز معي لركز معي عشان الجيدة فيش التفاصيل ونسمى أوية وحاجات كده الاهلي في عقده مع مودست كان العقد لمدة موسم 1 يمتد تلقائيا لموسم تاني لو مودست شارك في 75% من مباريات الموسم الأول طيب حتى الآن مودست وصل لـ 68% من المباريات يعني خلاص فاضله 7% ويتجدد عقده تلقائيا موسم جديد يا سيدي وبالتالي هنا تدخلت لجنة التخطيط في النادي الأهلي ومش من عوايد لجنة التخطيط في النادي الأهلي أنها تتدخل في عمل المدير الفني أبدا بس قالت له كده مودست هنبقى مضطرين نكمل معه موسم كمان واضح أن مودست يعني واضح أنه مفيش فايدة مش يعني مفيش فيريح بقى شوية السبعة في المئة اللي فضلين له دول لو اضطرت له بقى اشركه لكن ما تديروش تاني والرجل تفهم هذا الأمر بالمناسبة مودست راتب بتاعه 2 مليون دولار في الموسم لا أعلى راتب في الفريق 2 مليون دولار طيب فانتوا الفترة اللي جاية بالنسبة لجنة النادي الأهلي حتى لو حتى لو مرسي الكولر شايف أن مودست مناسب مودست مش هيشارك كتير الفترة اللي جاية وسامة أبو علي واحد كهرباء 2 مودست 3 ده الوضع الحالي عشان ما يتجددش العقد بتاعه طلقايا لموسم جديد فاضله 7% من المباريات هنتكلم يعني في حوالي 10 مباريات ولا حاجة 10-11 مباراة فلولعبهم انتشيلت مودست معاك بقى السنة الجاية وبالتوفيق والأهلي مش عايزي كمل مع مودست